اشتركوا في القناة بعض الشيعة يتصورون اذا يرجع للتاريخ يزيد العدو رقم واحد لا ابدا العدو رقم واحد مو يزيد اذا واحد يراجع الروايات يكتشف ان حتى ابليس مو العدو رقم واحد لنا اذا تراجعون الروايات الواردة عن اهل البيت العدو رقم واحد للمسلمين الحقيقيين والشيعة هم بالترتيب عمر ابو بكر ابليس بعدين يجون الباقي يعني بهذه الطريقة لانه عندنا في الروايات مثلا انه في جهنم قعر قعر جهنم من يكون عمر شوي ارفع منه ابو بكر شوي ارفع منه ابليس يعني بهالتسلسل لاحظتوا شلون ابليس بلا شك عدو لكن الله عز وجل قرر ان العدو رقم واحد هذين الاثنين هذين الخبيثين الملعون واسأل الله ان يصلي على محمد وقول محمد وان يجعلني من المنتظرين لك والطابعين والناصرين لك على اعدائك والمستشهدين بين يدائك في جملة اوليائك